قبل نصف ساعة تقريبا قامت قطع بحرية إسرائيلية سفينة سعر ستة بإطلاق صاروخ من القبة البحرية الحديدية كما تسمى تجاه هدف جوي على ما يبدو قد يكون صاروخ كروز موجه عمليا جرى اعتراضه فوق خليج إيلات وفق المعلومات لدينا بدون أن تفعل صفارات الأنذار في إيلات لكن الناس هناك سمعوا ورأوا الانفجارات فوق خليج إيلات التقديرات الأولية على الأقل بأن ذلك قد يكون بفعل إطلاق صاروخ من قبل الحوثيين قبل نحو ساعتين سبق وانكشفنا بأن الحوثيين وفق المعلومات أعدوا عددا من المسيرات والصواريخ الموجهة لإطلاقها على إسرائيل هذا ليس مرتبطا بالرد الإيراني الذي رأيناه بالأمس هذه عبارة عن عودة إلى الاستهدافات المتكررة التي تحدث تماما كما يحدث من الجبل الشمالية من قبل حزب الله ترجمة نانسي قنقر